هذه أبرز العناوين خاليل وزيتش يرد على جيروم روتين أعتقد أنه لم يخدر منذ فترة طويلة ولهذا يقول أشياء تافها الفيفا تمنع جامعة القجع من إقالة مدرب منتخب المغرب خاليل وزيتش بعد قرعة المونديال هل يشارك حكيم زياش وانو سير مزراوي في مونديال قطار يوصف المختار يجيب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خاليل وزيتش يرد على جيروم روتين أعتقد أنه لم يخدر منذ فترة طويلة ولهذا يقول أشياء تافها سخير مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خاليل وزيتش من الانتقادات التي وجهها إليه اللاعب الفرنسي السابق جيروم روتين والذي قال إن البوسني لا زال في فترة التسعينات ولم يتغير وتعرض خاليل وزيتش للانتقادات بسبب اختيارته الفنية وعدم اعتماده على بعض الأسماء بالإضافة إلى خلافاته مع بعض اللاعبين كالتنائي حكم زياش ونصير مزراوي وردا على روتين قال خاليل وزيتش في تصريح صعفي بعد صحب قرعة كأس العالم 2022 بالدوحة أعتقد أنه لم يخدر منذ فترة طويلة ولهذا يقول أشياء تافها يذكر أن قرعة مونديا القطار وضعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا بلجيكا وكندا الفيفا تم منع جامعة القجع من إقالة مدرب المنتخب المغربي خاليل وزيتش بعد قرعة المونديال لن يكون بإمكان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة تغيير مدرب المنتخب المغربي الحالي وحيد خاليل وزيتش بمدرب آخر وحسب مصادر جامعية فإن رزنا متفيفة للمبارية الودية تصعب إمكانية التعاقد مع مدرب جديد وتؤكد ذات المصادر أن التعاقد مع مدرب جديد لن يفيد في أي شيء لكون الأخير لن يلعب أي مباراة ودية ويلعب المنتخب الأول أولى مباريتي شهر يونيو المقبلة مما يعني أن المدرب الجديد لن يملك الوقت الكافي للتعرف على العناصر الوطنية بل حتى الإعداد لمونديا القطر 2022 صعب بالنسبة لأي مدرب جديد لاستحالة برمجة مبارية ودية في الفترة ما بين يونيو إلى ستنبر القادمين وحدد تاريخ التوقف الدولة الأول في الفترة المتروحة ما بين 3 مايو وال14 يونيو القادمين وهي الفترة التي سيلعب فيها المنتخب الوطني أربع مباريات عن التصفية المؤهلة إلى كأسي أمم إفريقيا الكوديفار 2023 وبرمجة توقف الدولي الثاني انطلاقا من التاسع عشر من شتنبيرا إلى غاية السابع العشرون منها والذي سيشهد إجراء الجولتين الخامسة والسادسة من التصفية المذكورة ولا يحدى الناخب الوطني وحيد خلال زيتش بالإجماع عند الجمهور المغربية بسبب أداء الأصود في المباريات الأخيرة وعلاقة الفترة مع مجموعة من نجوم المنتخب الوطنية أكد اللاعب الدولي المغربي السابق يوسف المختاري أن المجموعة التي وقع فيها منتخب بلادي في نهاية كأس العالم قطر 2022 صعبة للغاية وتضم منتخبات قوية ويخوض المنتخب المغربي لكورت القدم نهائية كأس العالم 2022 بقطر نهاية العام الجارية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا والتحدث المختاري الذي يملك في رصيده 23 مباراة دولية مع منتخب المغرب وقال أولا نلعب لدى كرواتيا التي كانت وصيفة للبطل فرنسا في 2018 ولديها فريق ذو خبرة كبيرة يلعب جميع لعبي في الأندية الكبرى في أوروبا والأمر نفسه مع منتخب بلجيكا الذي أصبح فريقا قوي للغاية منتخب بلجيكا واحد ضمن أفضل ثلاث منتخبات مرشحة لنيل لقب في العام الجارية وأجاب المختاري حول رأيه في أزمة اللاعبين حاكم زياش ونصير مزرع واتخاذ التنائي لقرار الابتعاد عن المنتخب المغربية بسبب خلافات مع مدرب الفريق البوسني وحيد خالي روزيتش وقال فيما يتعلق باللعب يمكنهم بالتأكيد مساعدة المنتخب الوطني في المونديل فهما لعبان جيدا لكنني أعتقد أن الأمور معقدة بعض الشيء وتحتاج الوصول إلى التوافق بين عدة أطراف ومنها المدرب بطبيعة الحال أمين حارت يتألق رفقة مارسيليا وزهير فضال نجم في لشبون البرتغالية عاد النجمين المغربيين زهير فضال مدافع نادي لشبون البرتغالية وأمين حارت مهاجم نادي مارسيليا الفرنسية عاد ليفرضا نفسيهما نجوما بالدوريات الفرنسية والبرتغالية وتألق المغربي أمين حارت بقميس مارسيليا حينما قاده للفوز على السنتيتيان بتسجيله هدفا من تمرير المركزة واستعاد مارسيليا المركز الثاني من رين بفضل فوزه البيان وذلك على مضيف السنتيتيان بأربعة أهدف لإثنين برسم الجولة الثلاثون من بطولة فرنسا لكرة القدم وتألق الدولي المغربي أمين حارت مع فريقه في هذه المباراة حيث سجل الهدف الرابع وانا لا أحسن تنقيط من جانب فريقه كما تألقى المدافع زهير فضال بقميسلي شبونة البرتغالية الذي حقق معه لقب الدوري العام الماضي وأصبح المدافع زهير فضال لاعبا أساسيا في الفريق البرتغالية مقدما مستويات تقنية جيدة وينتدر المغرب توجيه الدعوة لكل من أمين حارت وزهير فضال لتعزيز المنتخب الوطني المغربي المتأهل لمونديا القطار خاصة وأن خطوط الدفاع والهجوم بحاجة لتطعيم من مستوى احترافي عال فوز القجع يتقدم بطلب عاجل وهم للاتحاد الإفريقية أكدت مصادر مطلع أن فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة طالبه بشكل رسمي الاتحاد الإفريقي بتسهيل استعدادات المنتخبات الخامسة المؤهلة لنهيئة كأس العالم عن طريق إعادة النظر في برنامج مبارية إقصائية الكان 2023 المزمع تنظيمها صيف السنة المقبلة بالكود ديفوار ووفق لدات المصادر فإن فوز القجع رسل الكاف باسم كل من المغرب والسينغال والكاميرون وغانا وتونس بغية تأجيل الجولة الأربع الأولى من الإقصائية الإفريقية والتي ستجرى خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر يونيو المقبل وتهدف المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم من هذا التأجيل إلى استغلال تواريخ الفيفا من أجل برمجة لقاءات إعدادية مع فرق عالمية لها طريقة لعب مشابهة لتلك التي أوقعتهم القرع معها وتضيف نفس المصادر أن المكتب التنفيذي للكاف يسير نحو الاستجابة لهذا المنتمس الذي قد يخدم صورة الكرة الإفريقية في المحافل الدولية إلا أنه يجهل لحدود الساعة ما إن كان القرار المنتظر سيقضي بتأجيل الجولة الأربع كلها أم جزء منها فقط رمضان كريم أنا أعلم أنه أمر مهم بالنسبة لجميع المغاربة هنأ أليكساندر سانتوس مدرب بيترو أتليتيكا الأنغولي الشعب المغربي على هامش مواجهة فريقه أمام الويدد الرياضي لحساب الجولة السادس من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر السعفي الذي تل المباراة رمضان كريم أظن أنه أمر مهم لجميع المغرب رمضان كريم لكم جميعا وتعرض الفريق الأنغولي لهزيمة عرض على يد الويدد الرياضية بخمسة أهداف مقابل واحد تنوب على تسجيلها كل من جوفيلت سومو أشرف داري زهير المترجية أيمن الحسوني ومؤيد اللافية وأنهى الفريق الأحمر دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد خمسة عشر نقطة في مكتف بيترو أتليتيك بالوصف بحصيلة إحدى عشر نقطة